قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في خطاب متلفز أن العملية العسكرية في أوكرانيا جاءت ردا على تهديداتها مؤكدا أن روسيا لا تهدف إلى احتلال هذه البلاد كما تعهد بالرد على كل من يحاول التدخل في العملية العسكرية بحسب تعبيره بدأنا العملية العسكرية في دونباس الأوكرانية وخاطبنا الجيش الأوكراني للقاء أسلحته والعودة إلى دياره وهذه العملية جاءت للرد على التهديدات القادمة من أوكرانيا هدفها حماية الأشخاص الذين عانوا خلال ثمان سنوات من سوء المعاملة والإبادة الجماعية من نظام كييف وليس لدينا هدف لاحتلال الأراضي الأوكرانية ومسؤولية إراقة الدماء تقع على عاتق النظام الأوكراني ونحذر الدول الأخرى من أي محاولة للتدخل في العمل الروسي والتي قد تؤدي إلى عواقب لم يرواها من قبل